أم وراد دكتور طرحة قضية بتقول أنه يعني من زمان الفقر موجود اليوم تقول بعض الأشخاص يتحدثوا أنه الفقر والصعوبة الأوضاع الاجتماعية سبب الجريمة ما رأي فضلتكم في هذا الأمر دكتور؟ الفقر موجود دائماً بس الإيمان بيخفف أسره كتير بيخفف أسره مع الإيمان بالله أفواً لما إنسان بيكون هدفه الجنة والجنة بين إيديه بيصلي بيصوم بيدفع زكاة ماله بيغض بصره بيطلب العلم يعرف الله أبواب الجنة بين إيدينا كلها وسهلة جداً فأنت إذا كان عايش مؤمن بالجنة الدنيا ما لقيمة فيهون الفقر طبعاً هل عفواً في نقطة بس دقيقة هؤلاء فلينظر ناظر بعقل أن الله أكرم محمداً أم أهانه حين زوى عنه الدنيا لماذا مساحة بيته أربعمائة وخمسين كم مركبة عنده اللهم صلى عنه كم قصر ما عنده شيء ما يقدر يصلي القيام الليل إلا إذا أزح عائشة عن منامه ما يقدر أي غرفته كانت فلينظر ناظراً بعقله أن الله أكرم محمداً أم أهانه حين زوى عنه الدنيا فإن قال أهانه فقد كذب وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا يا الله شديد الموت منه الدنيا كلها أد ما كنت قوي أو غني أو صحيح الموت أنهى كل شيء فيه إنسان عايش للآخر للأبد عايشه إذن الفقر ليس سبباً للجريمة وإنما الفقر وقلة الإيمان يؤدي إلى هذا الجريمة والله يزخير والله في فقراء تشتهي الفقر من أدب مع الله والله تشتهي الفقر منه وفي أغنياء تشتهي الغنى منه متواضعين بيعون الناس كلها بيأكل مع عماله بيحل مشاكل عماله كله سبحانه الله يفتح عليكم يا دكتور أبوا بجنبالي دينا كله وسهل جدا شكرا شكرا شكرا